بارت وان وهو الفريمز طب يعني ايه فريم افكركم والله يا دكتور الفريم هو اي بيبقى مكاوم من مجموعة ميمبرز ببعض منها ياولاد مالتي فورس ميمبرز وممكن يبقى بعضها توفورس ميمبرز النهاردة ياولاد التراسز او جملة كده بالعربي نسميها الجملونات التراسز معناها جملونات اسمها كده اه ايه الجملونات دي ياولاد هو bizarre Institute اللي بيكون الميمبرز بتاعته كلها ياولاد كلها توفورس ميمبرز يعني ايه يا يا دكتور يعني التراس اهم الشرط فيه ياولاد ان هو does not include zwei leaders there uh اولا طيب ايه طالما كل الميمبرز اللي بيتكونوا اولاد توفورس ميمبرز يبقى الاكسترنال لودز او الاحمال الخارجية اللي هيشيلها التراس يا ولاد او الجمالون هتبقى مصد دي او نقطة الاتصال يعني زي ما انتوا شايفين في الشكل اللي قدامكو ده الدكتور حاطت اسهم كتيرة ايه الاسهم دي يا دكتور دي اي احمال خارجية يا ولاد اي اكسترنال لودز طب حضرتك ليه حاطتها عند نقطة الاتصال بين الميمبرز وبعدها لان انت خلاص حكمت عليه ان هو كلهم هو ده الدراس وبالتالي عايز تأثر باي قوة خارجية لازم تبقى عند الاند بوينتز طبعا من حقوقكو كلكم تسألوا طب يا دكتور لو انا كنت حطيت اي لود في النص مثلا هنا عند اي ميمبر في النص مثلا ما هو في الحالة دي يا ابني هيتحاول التو فورس ميمبر الى مالتي فورس ميمبر طبعا واحد فيكم ممكن يكمل يقول لي يا دكتور طب وايه يعني ما يتحول اوكي ما هو لو انت اثرت باحمال في النص وحولت الميمبر من تو فورس ميمبر لمالتي فورس ميمبر خلاص يبقى الشكلها هيتحول الى فريم وساعتها هيعمل معاملة الفريم ما عندناش مشكلة لكن لو انت عايز تحافظ عليه كترس اوكي يبقى لازم تبقي تبقي كل الميمبر اللي فيه كلها يا ولد تو فورس ميمبر وبالتالي عايز تأثر باي اكسترنال لودز قثر محدش هيقول لك لا براحتك بس بشرط لازم الاكسترنال لودز او الاحمال الخارجية تبقى عند نقطة الاتصال كده زي ما انت شايفين عند نهايات الميمبرز وبعضها بس يبقى يعني ايه ترس يا ولد وبيختلف عن ايه في الفريم هو ستركشور او ستركشور مكوم من مجموعة ميمبرز كونكتد توجيذر او زي الفريم بس الفرق ما بينهم ان هناك الفريم كان بيحتوي على مالتي فورس ميمبرز وتو فورس ميمبرز الترس يا ولد النهاردة او بالعربي اسمه الجملون لا كل الميمبرز اللي فيه بكررها تاني اهو كل الميمبرز اللي بتكونوا كلها لينك ميمبرز او تو فورس ميمبرز تو فورس قطبان خفيفة طيب دكتور ايه التارجت في الترس يا ولد والله التارجت يا ولد ان انت ازاي زاي الشاطر كده تحسب الفورس في كل ميمبر تحسب الفورس في كل ميمبر وتحدد لي نحة سواء كان التنشن او كومبريشن اه هنا هتقابلنا مشكلة يا ولد وربنا ما يجيب مشاكل ان شاء الله ايه هي حضرتك يا دكتور لو لو عملت سيباريشن للميمبرز زي المسائل اللي فاتت او زي الاسبوع اللي فات يا ولاد هتكتشف حقيقة مؤلمة قالوا هي ان الميمبرز كلها زي ما حضرتك بتقول كلها تو فورس ميمبرز وحضرتك فاكرين الجملة الشائرة بتاعتك ان تو فورس ميمبر ده كومبارز يعني ايه كومبارز مش بنأبلاي عليه اي اكوشن اوف اكوليبريم طب في الحالة دي هشتغل يا اولاد مثيماتيكلي او الكالكوليشنز بتاعتي هتبقى اين يقولك في الحالة دي بيستخدم حاجة اسمها الميثود اوف جوينز نعم يا دكتور الميثود ايه الميثود اوف جوينز طريقة النقط او طريقة نقط الاتصال يعني هدرس اتزان يا اولاد النقط او المسامير المسامير اللي ربطة الميمبرز ببعض يعني مثلا يا اولاد في الشكل اللي قدامكو ده ايه ده ده تراس تراس يا دكتور ولا فريم لا والله تراس طب ليه يا دكتور لان الميمبرز كلها اللي بتكونوا كلها توفورس ميمبرز وتعال عدهم لك الميمبر ايه دي الاولان الفيرتكل ده توفورس ميمبر والا سي توفورس ميمبر والا بي الهوريزونتل توفورس ميمبر والبي سي كمان توفورس ميمبر طب هاي خلاص حضرتك بقى عايز يا دكتور ما عليش تقول تاني انا عايزك تحسب الفورس في كل ميمبر من الخامسة دول هما خامسة اه وتحدد لي نوحة هلا هيبقى الفورس اللي فيها تنشن ولا كومبريشن فلما هتفك لما هتفصلهم من بعض هتلاقيهم كلهم توفورس ميمبرز فمش هيينفى عدرس اتزان او اطبق معدلات اتزان على اي واحد يوم فهدطر عدرس ايه يا اولاد الجوينت ايه الجوينت او النقطة دي سي بي هما دول اللي هيتدرسوا خلاص طب يا دكتور ازاي يعني ازاي تعالوا نشوف تعالوا يا اولاد كده ايه نتفرج ونشوف الموضوع بيمشي ازاي يعني ايه يا اولاد اول ايجزامبل اه ده ايه ده دكتور الايجزامبل ده صغير جدا 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 اللي هو مكونا من ثري ميمبرز مكونا من ثري ميمبرز اللي هما مين يا اولاد الاب والا سي والب سي ادي واحد اثنين ثلاثة طب الترس ده يا اولاد الترس ده بيز ده على ايه والله يا بيز ده دكتور على بين سابورت ات ايه وركر وركر ات سي طب ايه المطلوب في المسألة اهو بيجي لك السؤال كده يا اولاد اهو find the force in each member in each member and its طيب يعني يا دكتور ات سي طيب يعني قولي نحة كمان هلا هيبقى attention ولا compression طيب بداياتك دكتور في مشكلة ان انا ادرس الاكسترنال الاول اه المانع مفيش ما يمنعه step one يا اولاد step one by studying by studying the external trust external trust ايه اللي موجود عليه يا اولاد والله يا دكتور مثلا لو قلنا هنا اهو الروكر ده زي الرولر بياخد reaction واحد بس ساميه مثلا c y وده هيبقى to reactions a y و a x في اي اتجاه عادي طيب وبعدين تعالى المعادلات التلاتة المشهورين على على التراس يا اولاد من بره اللي هو ايه بقى signal moments مثلا حوالين النقطة ايه لان عندها النمزة اكتر هو signal moments around a equal zero هيبقى الخمسمية دي يا اولاد اهيه او بتعمل moment بالنجاتيب يبقى minus five hundred times two اللي هي المسافة دي والc y لا تعمل moment بالpositive وبرده times two كل ده equal zero a من هنا يا ابني هتقدر تطلع c y هتطلع five hundred newton طيب وبعدين من summation f of x equal zero هقولي يا اولاد ال right equals left اليمين equals الشمال يبقى reaction a x يا دكتور هيساوي five hundred newton طيب المعادلة التالتة والاخيرة يا اولاد اللي على اللي فوق اللي فوق اللي تحت يبقى ال a y plus c y هما الاتنين اللي فوق equal zero عوض عن c y بخمسمية وديها الناحية التانية بالنجاتيب يبقى ال a y هتطلع بي نجاتيب five hundred اوكي معنى النجاتيب يا دكتور بس اخذ بالك ان حضرتك فرضها غلط يبقى ال a y فحقيقة الامر هي مش لفوق ال a y هتبقى لتحت تمام واحد شاطر هيقول لي يا دكتور حسينة على فكرة حضرتك لو كنت شغلت دماغك ب يعني ب بكلام فارغ قد اكيد قد حركها تستنتج اكيد c y لفوق فال a y طبيعي جدا عشان تعمل بالانس مع c y كانت لازم تبقى لتحت من الاول اقول له يا سيلي ما حصلش حاجة الحمد لله الخطوة اللي بعد كده تعالى نعمل separation اهو step two step two by making separation for members زي الفريمز بالزبط اي اولاد عادي اه اه طبعا كلكم دلوقتي عملين تقولوا فين يا دكتور الميثو دوف جوينتس اللي هقول لك اسبر اسبر انت عندك يا ابني كام ميمبر في المسألة والله يا دكتور انا عندي ثلاثة اهم يلا الميثو الأولاني ده اللي هو bc والمنبر التاني يا أولاده هو اللي هو مين الab انا بي هنا الab والمنبر التالت يا أولاده والأخير اللي هو الac طيب دكتور كلهم طيب طيب حضرتك المحاضرتين اللي فاتوا كنتوا بتقول لنا ان أي طيب طيب اي two force member بياخد two forces equal in magnitude and opposite in direction. طب يا ابني تفرضهم tension ولا compression حضرتك كنت بتقول لنا براحتنا نفرض اللي احنا عايزينه ونشوف في الاخر الانسرز طلع عاملة ايه? اللي positive يبقى احنا صح واللي negative يبقى ايه غلط? طيب الاول يا ولاد هناك انا كنت مثلا ممكن يقابلني في الفريم two force member واحد فانا مركز معاه. انا فاكر لو فرضته tension فاكره. لو فرضته compression فاكره. لكن هنا العملية هتوه مني ايه? لو فرضت واحد tension والتاني compression. لا انا هعمل ايه يا ولاد? تعالوا نتفق اتفاق. تعالوا نأسيوم كل الممبرز عشان ما اتلغبتش كلها tension. ماشي? هو كان ينفع دكتور كلها compression اه كلها حاجة واحدة وخلاص. وبعدين وانت بتحل اللي هيطلع positive يبقى هو tension. واللي يطلع negative يبقى compression. حضرك بتعمل كده ليا دكتور عشان اسهل على نفسي بس. فهو. فهقول هنا ايه يا ولاد? هنا فورس F A C اهي tension. وهنا كمان tension. قدل F A C. ولو دي اولاد اهي? هتبقى F A B اهي F A B tension برضو. وهنا F A B. ونفس الكلام يا ولاد دي tension. هتبقى F B C. وهنا كمان برضو. F B C. طبعا انا سامع ناس شيكو دلوقتي هتقول ايه? يا دكتور هو حضرتك ليه ما عكاستش الفورسز على الممبر التاني? ازاي يا ابني? مش حضرتك كنت بتقول لنا ان يوتن the third loop يقول for any action. for any action. there is a reaction equal in magnitude and opposite direction A. طب ليه حضرتك لما رسامت عندي نقطة B. ال F A B بالشكل ده? ليه ما روحتش عندي نفس نقطة B الناحية التانية وعكستها? وانا مش هينفع. ليه? لان التو force member B C مش هيقبل فورسز غير على ال line B C بس. طب وزميلك التاني هيقول نفس الكلام. ليه ما عكسناش الفورس F B C على ال A B? نفس الكلام هارض عليك بيه. الممبر A B مش هيقبل فورسز غير على ال line A B بس. ففي الحالة دي يا اولاد عشان الفورسز دي تتعكس ونحقق ان يوتن the third loop هنضطر ندرس المصمار او ال pin اللي رابطهم ببعد عند نقطة B اهو. ادي المصمار يا اولاد اللي هو عند نقطة B. طيب الفورس F A B اهي اه اه يبقى عكسها على المصمار. ادي F A B. ال F B C اهي. اللي فوق لا يبقى التحت اهي. ادي الفورس F B C. طب بالنسبة يا اولاد لل external load. هو سؤال طبعا اكيد اكيد اجابته واضحة. بس والله لا اسأله. بالنسبة للفورس يا اولاد ال external اللي هي الخمسمية. في وجهة نظاركم. تتحط على مين يا اولاد الخمسمية? هي already load موجود. صح? لما هتعمل separation لازم يبقى موجود. تتوقعوا يا اولاد. احطوا على top force member الاولاني. واللي على التاني واللي على المصمار. الخمسمائة نيوتن يا اولاد. اكيد يا دكتور مش محتاجة كلام يعني. اكيد هتبقى موجودة هنا. برافو عليكم. نفس الكلام يا اولاد. نفس الكلام ايه يا دكتور. لو حبينا ندرس المصمار عند C اهو. ادي البن اللي عند C. هيبقى الفورس F A B. الف A C كده ايه يا اولاد اهي. هتبقى العكس. ادي الف A C يا دكتور. الف B C كده ايه هتبقى العكس. ادي الفورس F B C. طب واللود اللي هو امسور الرياكشن C اهو. وعلى فكرة دكتور انا انا حاسبه قريدي بخمسمائة. طيب. اخر حاجة اولاد المصمار اللي عندي ايه? المصمار هرسمه تحت اهو. الف A C to the left. لا. يبقى الف A C to the right. اهيه. وعكس الف A C اهيه. اهيه. عكسها. طب والف A B اهيه. وبعدين التوري اكشنز. الA X قريدي ناحية الشمال. بكم يا ابني? بخمسمية. الA Y بقى هنا? تعالوا يا اولاد اقول لكم على حاجة قدامك سكتين. وبيني وبينكم عايز اسمع رأيوكو هنا. هل يا اولاد اكمل بالA Y بنفس الاسمشن او الفرض اللي انا فرضته في الاول انها الفوق وتفضل نيجاتيف وافضل شاي للنيجاتيف بتاعتها على كتفي ولا اتدرك الخطأ بتاعي? يعني ايه اتدرك الخطأ يا اولاد? خلاص يا عم. انا كنت فرضتها الفوق وطلعت نيجاتيف. لا يبقى هي الصح انها التحت اهي. الري اكشن ايه هو? هو التحت. وبفضلت في خمسمية. مش نيجاتيف خلاص. ما تزعلوش. يعني انا بصلح خطأ ايه. بس يا اولاد. يعني يا دكتور حضرتك بتقول ان ممكن اغير. كما انت كنت قابل كده في شابتر فايف كنت بتقول لنا لما يطلع لك بالنيجاتيف تسيبه. ما تغيروش. يا حبيبي على اعتبار ان الرقم وقتها يا اولاد كان بيبقى كان بيبقى ايجابة نهائية في المسألة. لكن لو انت دلوقتي شغال بتحل مسألة على كزا على كزا خطوة. ففي طلع لك رقم بالنيجاتيف. فانت لسه هتكمل به. فهنا يستحسن يا اولاد يستحسن زي ما انا واللي بوزتب بوزتب واللي نيجاتيف نيجاتيف. اقول له يا ابني اوكي. ولد صح مش غلط. يعني مفيش ما يمنع. طيب. بعد كده يا اولاد بقى يقول لك ايه? now now you can study you can study. the equilibrium of each joint. يعني ممكن تدرس يا اولاد الاكوليبرا بتاع الجوينت ايه? ايه? او بي او see. starting with. اسمعوا يا اولاد الكلام ده. starting with. the joint which has which has as maximum two unknowns. يعني تبدأ دايما بمين يا اولاد? بالجوينت اللي عندها two unknowns. مجولين بس يا دكتور. ليه يا اولاد? لان انت عند كل جوينت ما بتملكش تلات معادلات زي الهيسة اللي كان بتحصل قبل كده. امال ايه? يا اولاد. forces intersected. الفورسز هنا عند كل جوينت متلقية. فانت تملك عند اي جوينت معادلتين بس اللي هما sigma f of x equal zero sigma f of y equal zero. خلاص تمام فهمنا يا دكتور. يعني حضرتك بتقول ابدأ بدراسة الجوينت ايه او بي او سي او بس ابدأ بانهي جوينت بتقول اللي بيبقى عندها as maximum مجولين يا اولاد. two unknowns. طب لو بسطوا هنا يا اولاد قلوا لي. انهي جوينت في التلاتة اللي عندها مجولين واقدر ابدأ بيها. ايه? التلاتة تخيل? ايه? التلاتة التلاتة عندهم توقع النونس. يعني لو بسطوا عندي ايه? عندها مين? ال f a b. ويه? ال f a c. طب يعني ينفع عبدأ بايه او او او. طب والسي لو كنت رجعت الولاد له هندسة الشكل هتلاوي الانجل بي خمسة واربعين. فينفع عبدأ بالجوينت سي او او او. عندها كان مجول اتنين. اللي هما مين يا دكتور? ال f b c وال f a c. طب والبي نفس الكلام عندها مجولين. ال f a b وال f b c. فالتلاتة موجودين ومتاحين ا. بس انا هبدأ بمين? هبدأ بالجوينت ايه? اهو. يبقى number one. الدكتور اختار انه يشتغل بيه الجوينت ايه? ذائع جوينت ايه? طيب يلا يا اولاد. ابدأ بمين? summation f of x. equal zero. هقول ايه? right equals left. يبقى الفورس f a c. هتطلع بتساوي خمسمية نيوتر. ايه ده يا دكتور? دي تلعب بوزتيف صح? يبقى نوع الفورس هنا اولاد اكتبه كده بين قصين tension. لا لا ازاي يا دكتور معلش? يا حبيبي انا فرضها tension. والاجابة تلعب بوزتيف. يبقى الفورس a c. اه tension. خلاص او الكابتل تي دي اولاد معناها ان tension. طيب يلا. summation f of y. هقول ايه? اللي فوق equals اللي تحت. يبقى الف اي بي برضو يا دكتور بخمسمية. ايه الحلوة دي? طيب ما كويس برضو. يبقى هي كمان برضو ايه? tension. طيب بعد كده انت خلصت الجوينت ايه? فعلا يا دكتور من معادلتين قدرت اطلع to announce. هروح بعد كده الانه جوينت. والله يتعالى نروح للجوينت c اهي قدامنا. البي فوق. طيب اهو. number two. number two. the joint c. هرسمها لكم تاني اولادة اهي. ادي الفورس اف بي سي. وادي الفورس اه اي سي. وكان دي طلعت يا ابني بخمسمية. وهنا. السي واي. اريد يا دكتور برضو بخمسمية. والانجل دي كان. طيب. يلا يا دكتور ادرس الاكوليبري متاع الجوينت سي. لا لس. ليه يا دكتور? لازم تعمل الاول لأي فورس ميلة. اللي هي الف بي سي. سهلة. اهي. لو هعمل لها ريزيليوشان اولادها هتبقى ايه? هتبقى هنا يا دكتور مع الانجل. هتبقى الف بي سي كوزاين فورتي فايف. وهنا هتبقى الف بي سي ساين فورتي فايف. طيب انت هنا يا ابني عند الجوينت سي. عندك قريدي دلوقتي دلوقتي كام قلنون? هو واحد يا دكتور. اللي هو الاف بي سي ده. ده. طيب يبقى انت محتاج معادلة واحدة. اقرابو عليك يا سجم اف بيكس يا سجم اف بي. مش فرقة. انا عن نفسي يا ولادة هقول لك مثلا ايه اهو. سميشن اف بي. مثلا. طيب يا دكتور لو انا اشتغلت بسجم اف بيكس فيها مشكلة. لا خالص اهو. لو قلت سميشن اف بي. ايكول زيرو. هقول ايه? الابورد اللي فوق ايكولز اللي تحت. للأسف الاتنين اللي فوق. ماشي. يبقى الاف بي سي ساين فورتي فايف بلس الفايف هندرد ايكول زيرو. طب ودي الخمسمية النحية التانية بالنيجاتيب. والساين يا ولاد فورتي فايف وان على روت تو. يعني في الاخر الاف بي سي هتطلع بكام يا ولاد. هتطلع نيجاتيب يا دكتور فايف هندرد روت تو. ده معناه انها خلاص? خلصت كده دكتور المسألة? اه خلصت. ايه يا دكتور استنى استنى. خلصت ايه يا دكتور? اه اه تحضرتك لسه لك ثلاث معادلات ما استخدمتهمش في المسألة. واحدة عند سي ولسه فوق فيه اتنين عند دي. اه ما انا عارف. ما هو الثلاثة دول يا ولاد بتوع الاكسترنال اللي انت استخدمتهم في الاول. طيب لو انت عندك وقت بقى في المسألة. لو عندك وقت. ومش متأكد من اجاباتك. ممكن تستخدم التلاتة دول يا ولاد. عشان تتأكد من اجاباتك. يعني مثلا يا ولاد. على سبيل المثال اهو. لو انت استيل عند الجوينت سي. هات كده هاتلي ساجمة اف او اكس وتأكد انها بزيره اهو. حضرتك ساجمة اف او اكس بايه? هيبقى نيجاتيب خمسمية. ليه يا دكتور? ما هي ناحية الشمال يا ابنة? نيجاتيب خمسمية. ونيجاتيب اف بي سي اف بي سي في كوزاين فورتي فايف تابقوا الف بي سي هيبنيجاتيب فايف هندرد روت تو. هل سيجمة اف او اكس دي الارقام دي يتدي صفر ولا لا? تعال نشوف. هيبقى نيجاتيب فايف هندرد. نيجاتيب نيجاتيب هاتبقى بلاس. في كوزاين فورتي فايف اللي هي وان على روت تو. الروتو هتروح مع الروتو اه تطلع النتيجة في الاخر زير. يعني معنى كده دكتور المعادلة اللي انت استخدمتها في الاخر دي انا مكنت شمحت يعني لو انت مش حابب تستخدمها ما تستخدمهاش. انا مقولتش. فبس انا اتأكدت ان انا ارقامي مزبوطة. ولو عندك وقت عايز تطلع فوق عند الجوينت بي بي. هتلاقي التوفورسز اللي عندها خلاص بقى معروفين. عايز تشيك برضو وتطبق عندها سيجما افو باكس. وسيجما افو وتتأكد فعلا ان هما بصفار اوكي. بس لو انت متأكد من اجاباتك خلاص. مفيش ميادة. طيب يا دكتور. بعد ما خلصت كده. والله لو تقدر تعمل لي صغير. صغير ازاي يعني اهو. تحط هنا الممبر. الممبر اسمه. والفورس بتاعته كام? كماجنيتيوت. والطيب. النوع يعني. هي المسألة هنا صغيرة. فيها ثري ممبر بس. اهو. ادل اي بي. و ادل اي سي. و ادل بي سي. ده كام يا ابني? خمسمية وتنش. وده خمسمية برضو. وتنش. وده. خمسمية جزر اثنين. وكمبريشن. او حد يا ولاده هو بيكتب البي سي. يكتبها نيجاتيب ها? هي الماجنيتيوت بتاعها فايب هندرد روت دو. ونوحها كمبريشن. هي نيجاتيب بس نتيجة ان احنا فرضينها تنشن. فهي طلعت كمبريشن. لكن لما تيجي تكتبها هنا. او انا حتى لما اجي اسألك عليها في الامتحان. هقول لك قيمتها مش هديك شارتها. يعني هقول لك. طيب يا دكتور افهم من كلام حضرتك. طيب انا لو حبيت افرض يا دكتور الممبرز كلها كمبريشن. فاي مسألة. برحتك. ماشي. خلاص اوكي. لو واحد فيك واللات طلعت في ادمامه. طلعت في ادمامه. يفرضهم كلهم كمبريشن. انا موافق. ويبقى اللي يطلع بوزيتيب يبقى هو كمبريشن. واللي يطلع نيجاتيب يبقى تنشن. هي مش فرقة يا اولاد. طب يا دكتور انا ممكن اشتغل على كل الممبر لوحده. اه طبعا براحتك. بس تبقى مركز تبقى مركز. وفاكر وفاكر. انت فردت ده ايه وفردت ده ايه. انا لما قلت لك باشتغل على الكل الممبرز تنشن. انا بس اصدى رايحك. عشان ما اتوهش. بس. سؤال يا اولاد. عايز اسألكم سؤال. لو انا كنت هشتغل المسألة دي. المسألة دي. هركح لها. هركح لكم الاول. وذوت. وذوت. استادي انجذا اكسترنال ترص. ايه يا دكتور عايزي. لو انا كنت عايز احل المسألة دي اولاد من غير مدرس الاكسترنال ترص في الاول. يعني ايه? لو عايز اشتغل بالمثود على طول. على طول. في رأيكم كنت المفروض ساعتها حد يقول لي ترتيب الدراسة يعني. كنت المفروض ابدأ باني جوينت. جوينت في? بي الاول وبعدها. وبعدها. ايه? لا 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 بي الاول صح. طب ليه يا دكتور? لان بي هيبقى عندها طوق الننزل الفعل انا هو. اللي هي مين? هيبقى الاف بي سي والاف اي بي. طيب بعد ما هيحسب هنا خلاص انا دي طلعتها ودي طلعتها. هيبقى استهل عند الايه كم النون? ثلاثة. اي اكس واي واي والاف اي سي. فساعتها الايه مش هتنفع. ثم للسي هيبقى عندها طوق النونز هيبقى السي هي الصح. ليه بقى? ما انت خلاص? عرفت الاف بي سي. اهي. الاف بي سي تعرفت. طب والاف اي سي? انون. والسي واي هتبقى استيل انون. يبقى انت كنت هتمشي ازاي بقى? الجوينت بي. ثم الجوينت سي. ثم في الاخر الجوينت ايه? هرى يقول تاني كده? لو ما كنتش درست الاكسترنال تراس في الاول. وعايز تخش على طول تدرس الجوينت. اه. كنت هبدأ بي الاول. وبعدين سي. وبعدين ايه? طيب بعد كده يا ولاد على فكرة. مفيش ما يدعو في المسائل في التراسل. انا عملتها بس يا ولاد في المسألة دي بس كده تجاوزا. عشان دي اول مسألة. لكن بعد كده مفيش ما يدعو ان انت ترسم للميمبرز نفسها. يا دكتور. ايوة ما ترسمش الميمبرز ايه بي و ايه سي. ما ترسمهمش خلاص. هم لايه عمل ايه يا دكتور. ادرس الجوينتس على طول. ادرس النقطة. طب بيعمل ايه? بتشوف الجوينت عندها كم ميمبر تلاتة اتنين. خلاص اوكي. وبتخلي الفورس خارجة دايما من الجوينت. نعم يا دكتور يخلي الفورس خارجة. ليه? ما نفريتهم تنشن. فلازم يبقى اتجاههم يا ولاد. خارجين من البوينت. بس. اي سؤال يا ولاد في المسألة دي? لو في اي حاجة عايزين سأله عليها سأله. هو ليه? لما فرضنا الموضوع تنشن. يعني. تمام? بقى ان هو طلع على الفوق. وهنا بقى ان كنا نزل تحت. الاف بي سي. الاف بي سي نزل لتحت فين? يعني ماشي بجنب. الاف بي سي انهين اللي على المصمر ولا اللي على الممبر? اللي على الممبر اكد انه طلع على نحت الشمال. واللي على المصمر كتنزل لتحت. اللي هي بقى? هو تنشن? بيشد? يبقى انت كده انت كده بتعمل ايه في البوينت بي سواء هنا او هنا? عم بتشدها. وده معناه ان انت بتشد البوينت مش بتضغطها. فاهم? بس? يعني انت دلوقتي وانت قاعد كده وانت قاعد. امسك صباعك كده وشده. اهو شد صباعك عادي شد صباعك. الفورس خارجة من صباعك. لكن لو بتضغطه هتبقى الفورس دخلة لصباعك بس. وخب بالك فاقد الشيء لا يعطيه يعني ايه? لو الفورس اسمها بي سي. لو هي تنشن على لازم هتبقى تنشن على المصمر. عصلي مرة واحد بيقول لي يا دكتور حسين مش المفروض تبقى ما هي العكسة اه. هي بتتعكس كاتجاه. لكن تخيله هي في الحالتين تنشن. في الحالتين تنشن. ولو الممبر يا ولاد او الرد هو ان كومبريشن هيبقى بتاعه برضو على المسامير اللي ربطاه برضو كومبريشن. يعني تخيله اهو. بص اولاد لو انا كنت رسمت مثلا اهو. تخيله. ادي الممبر بي سي. لو انا كنت رسمتها كومبريشن اهي اف بي سي. ودي اف بي سي. لما كنت هاجي هنا على المصمر اللي هو البي. او المصمر سي كنت هحطها ازاي تخيله. مش دي الفورس كده اهي. يبقى دي عكسها اهي. هنا كومبريشن او هنا كومبريشن. طب وهنا برضو هتبقى كومبريشن اهي. ادي الف بي سي كومبريشن. فحضرتك طالما فرد. نوع الفورس نفسها في الممبر تنشن. انت فردها تنشن. يبقى لازم الافكت بتاعها على المسامير اللي ماسكاها اللي هي البي و سي برضو يبقى تنشن. بس يا ولاد ادي الحكاية ببساطة يعني. يلا اولاد تعالوا نشوف مسألة تانية. يا دكتور ده انت زودت الممبرز ولا ايه. اه ترس جديد اهو. ترس جديد. المراد فيه كم ممبر? فيه خمسة. اوكي. طب الترس ده اكتد باي كان فورس يا اولاد اتنين. اللي هم الفور هندرد. ات بي والسكس هندرد ات دي. طب الترس ده سابورتت بي يا اولاد. يعني ساندوا بايه. ساندوا بايه. بن بن. سابورت ات سي. و اه ركر ات اي. حضرتك عايزي. المعدات في كل مسألة خلاص. في اي مسألة ترس يا اولاد. انا هطلب منك الفورس في كل ممبر. الفورس في كل ممبر. طب نبدأ بايه? نبدأ بالاكسترنال ترس. اهو. طب يلا. هحط هنا عند السي كم راكشن اتنين. احط هنا دكتور مثلا اهو. سي اكس. و سي واي. وهنا هيبقى اي واي. طب نبدأ بمين? سيجمال مومنتس. اباوت البوينت سي احسن يا اولاد. اهو. يبقى من سيجمال مومنتس. الراوند السي ايكول زيرو. اللي يعرف يقول يا اولاد. الفورس اللي هتعمل مومنت الراوند السي. هنا. الفورهندرد والاي? الفورهندرد positive ولا نيجاتيب يبني? الفورهندرد بوزيطيب. برافو عليك. مضروبة في كام? اه تلاتة. تلاتة. والسيكس اه هندرد? اه مضروبة في اربعة. برافو عليك. طب والاي? في ستة ونيجتب. مينس الاي في ستة كل ده ايكول زيرو. من هنا يا دكتور هتطلع الاي بكام? تطلع اولاد ب600. تطلع positive يا دكتور اه تطلع positive. طيب من summation f of x equal zero. اليمين equals الشمال. يبقى cx هتطلع برضو هيا كمان ب600. طب اخر حاجة اولاد summation f of y equals zero. اللي فوق اللي هو الاي equals اللي تحت. فما الاي ب600 يا دكتور يبقى الاي ب600 equals 400 plus cy. طب ودي الربعمية الناحية التانية يا اولاد بالنجاتيب. يبقى الcy هتطلع بي positive 200. ممتاز يا اولاد. يبقى دي كام كده? اهو. دي يا دكتور 600. دي 200. ودي 600. حركة هنكمل ازاي? والله يا ابني هو انا طالب منك لغاية دلوقتي بالمناسبة. تخيل اولاد احنا ما طلعناش اي حاجة من اللي هو طالبها في المسألة. هو عايز الفورس في كل منبر من الخامسة دول. طب. now now you can study the equilibrium of the joints. طب ايه يا الجوينس يا اولاد اللي available to be studied? مين اللي جاهزة او متاحة ان انا ادرسها? حضرتك قلت يا دكتور انت بتبدأ بالنقط اللي عندها as maximum to unknowns. طيب. لو انا جيت هنا يا اولاد قلت انا عندي ايه? f a d? f a d. وهنا هيبقى f a b. والانجل دي هتسميها ثيتا ا. ثيتا دي سهل يا دكتور. هتبقى عاملة مسلس ثلاثة اربعة خمسة. حتى بالنسب بالنسب هيبقى الكوزاين ثلاثة على خمسة والصين. يعني سهلة. المهم يعني ما علينا. عند الجوينت ايه في كم قنون? اتنين يا دكتور. اللي هي ال f a d. وال f a b. طب عندي بي في كم قنون? ثلاثة. هيبقى واحد. اتنين ثلاثة. لا ال b مش افيلابل لا. طب عندي ال d هيبقى في كم قنون? واحد اتنين ثلاثة. ال d برضو لا. طب وال c. اه. ال c عندها two members. يعني عندها two unknowns. يبقى الجوينتس يا ولاد. اللي متاح ان انت تبدأ بيها زي الفول له هي. ال a وال c. طب ابدأ بمين? عادي مش فرقة. يعني الاتنين هيدرسوا في الغالب. اهو. هابدأ يا ولاد بالجوينت ايه? يلا. بالدكتور اهو. هيبتدي طريقة الجوينتس. وتحديدا بيه الجوينت ايه? ده جوينت ايه? هرسمها تاني يا ولاد اهو. اهو. انت بتقول لها دكتور ان انت عندك هنا رد فيها ل ايه? اه. حسابته كام? ستمائة. وعندك فرصة كده هفرضها تنشن. تنشن. f a d. وهنا. هتبقى ال f a b. طب والانجل ثيتا. المفروض يا ولاد الهوريزونتا بتاعتها ثلاثة على خمسة والفيرتكال ريشو اربعة على خمسة. طب حرق ما تعمل لها بالمر. اوكي اهي. هنا يا ولاد هيبقى كده. هنا في الاتجاه ده. هيبقى عندك three over five. f a b. وفي الاتجاه ده هتبقى four over five. f a b. طيب. هنا عند الجوينت ايه? انت تملك يابني كم? والله دكتور اتنين. زي ما حضرتك بتقول. قدر اطبق sigma f of x وسigma f of y. طب بالشكل اللي انا شايفه ده. احسن يا ولاد ابدأ بصميشن f of y. حد عارف ليه? لان عنون واحد. عنون واحد. رابو عليك يا ولاد. لكن في ال اكس كان هيبقى عندي two unknowns. ففعلا هو لو قلت summation f of y equals zero. اللي فوق اللي فوق equals اللي تحت. للأسف برضو الاتنين اللي فوق. ومش للأسف ولا حاجة عادي يعني. هيبقى four over five. f a b plus 600 equals zero. حل معادلتك عادي خالص يا ولاد. هتطلع ال f a b. ال f a b. هتطلع negative seven hundred and fifty newton. negative a. يبقى compression. انا فرض عتنشان طلعت negative خلاص. يبقى نوع الفرصة في الممبر ده. compression. وقيمتها كام يا ولاد? المجنيتود بتاعها كام? سبعمائة وخمسين. برافو عليكم. شطار. اوع حد يقول لي قيمتها نيجاتف سبعمائة وخمسين. لا. هي هي سبعمائة وخمسين يا دكتور. طب. بالوقتي بقى. summation f of x. summation f of x equal zero. right equals the left. يبقى ال f a d to the right a plus three over five f a b. اللي هي negative 750. يا دكتور وانت مستعجل ليه? ابدا يا عم ولا مستعجل ولا حاجة. انا بعوض بال f a b اهي. كل ده equal zero. طيب. احسب لي الرقم ده. هو وديه الناحية التانية هيروح بال positive. اه. يبقى ذن? ذن. ال f a d يا اولاد يحسبه. هتطلع positive 450. يبقى ال f a d بتقول انها attention. خلاص يا ولاد? خلاص. طب بعد كده نروح لانهي جوينت. تخيلوا اولاد دلوقتي دلوقتي. دلوقتي. المتاحة تبقى امين. مين شاط ريول? يعني لو انا حضر. دي سؤال. هو. هي ال f a d في نفس اتجاه ال f a d في three over five. كده تطلع. هتطلع ايه? لا يا حبيبي ال f a d. احنا تحت لما فرضنا. ماشي يا حبيبي ما هي already. ال f a b طلعت غلط. ما انت مطلعها نيجاتيب فوق. فهم حاجة? فلما هتنزل تحت. اه اه. اه. اتاول عنها بالنيجاتيب فهي هتصبت. صح ولا? طيب. يا اولاد دلوقتي بقى دلوقتي. هو ايه اللي دلوقتي يا دكتور? يعني انا دلوقتي يا اولاد اهو حتى اقول لكم على حاجة اتعلموا الطريقة دي مني يا اولاد. حتى انت نفسك ابقى على ورقة الاسئلة اكتب كده. اقول ايه? انا طلعت دي يا اولادة هي. طلعت دي يا دكتور. سبعمائة وخمسين وكمبريشن. ودي طلعت كام? ربعمائة وخمسين وتنشي. طب في اللحزة دي دلوقتي دلوقتي. انهي متاحة. تخيل اولاد التلاتة. اي واحدة. اي واحد بقى خلص. اللحزة دي يا دكتور. الدي افيلابل. والبي افيلابل. والسي افيلابل. طب. ماثماتيكة يا اولاد. رياضيا رياضيا. انهي في التلاتة اسهل لي. ادرسها. السي طبعا. ليه? لان ما عندهاش ما عندهاش ميمبرز ميلة. فمش هتحتاج تعمل رزيليوشن كوزين وصين. فيعني حضرتك ترشح لنا دلوقتي لو هدرس. هدرس الجوينت سي دي. طيب خلاص اهو. هنزل تحت خالص اهو يا اولادة اقول ايه? number two. الدكتور اختار. ده. جوينت. سي. اهو. يلا يا حضرات. انا هفكركم اهو. انا كنت مطلع الاول ايه? السي اكس كان كده ايه? بستمية. والسي واي اولادة هيل تحت ايه? بامتين. طب حضرتك عند الجوينت بترسم الفورسز ازاي? يا ابني والله بحلف لك وهو بارسمها تنشن يعني خارجة. يبقى دي كده اسمها fbc. ودي كده يبقى اسمها fcd. طب اما مش عارفها افرضها تنشن. طيب يلا يا اولاد. لو قلت sigma f of x equal zero. هاقول ايه? اللي ناحية اليمين equals اللي ناحية الشمال. ما فيش حاجة ناحية اليمين. يبقى zero equals لناحية الشمال. الستمية. لس ال fbc. ودي الستمية الناحية التانية. اه يا دكتور. حاضر. يبقى ال fbc هتطلع يا اولاد. ميجاتيب ستمية. ده معناه انها ولا يهمني. تمام. وعلى فكرة لو حد شاطر فيكو يقول يا دكتور حسين وانت بتاخدنا على قدة علينا للدرجات دي يعني انت مستهوين بينا. ما هي باينة يا دكتور? طالما بتضغط اكيد ال fbc كانت بتضغط. اقول له والله يا ابني لو كنت فكرت كده يبقى برافو عليك. انا بس قلت خلينا ماشين جنب الحد شوية. يعني خلينا ماشين جنب. خلاص. انا بفرض دلوقتي كل اللي انا مش عارفه تنشن. وهي كده كده بتصبط يا ولاد في الاخر. يعني مفيش مفيش يعني مفيش ما يقلق يعني عادي. طب يلا لو قلت اولاد. اللي فوق اللي تحت. للأسف. اه مفيش فورش اللي فوق يبقى زيرو. اللي تحت. هيبقى متين? بلس ال fcd. يبقى من هنا هقدر اطلع اولاد ال fcd. هتطلع متيق? ده معناها دكتور انها برضو. طيب هيا. دكتور اطلع فوق بقى بالطريقة اللي انت علمتها النا. اكتب النتاج اللي انت جبتها. حعدر اهي. الوقت يا حضرتك. اقول ان انت طلعت زجداد اه. اهو. ده طلع كام? ده طلع ستتمية. وده طلع متين. هو كمان. تفضلك يا ابني كام منبر واحد بس يا دكتور. خلاص. اللي هو انهي منبر يا اولاد. المنبر اللي هو ال bd. طب تدرسه من مين? براحتك. انت متاح دلوقتي تدرس الجوينت دي او الجوينت بي. بس برضو اولاد لو هطبق نفس الفكر. انهي اسهل في الاتنين. ايه رأيوك اولاد? انهي اسهل شوية يعني. دي. دي. عندي كام انكليند منبر واحد. فلما هتعمل. برافو عليك. لكن ال b عندها. فهو. بصوا يا اولاد. اهو. يبقى الدكتور اختار اخر حاجة اهو. اخر جوينت هدرسها. طب ليه الاخر يا دكتور ما هو لسه في الجوينت بي. ما انت هتلاقي نفسك مش محتاج لها خلاص. هتلاقي كل الانونزة تعرفت. فالجوينت نمبر ثري هتبقى الجوينت ده جوينت. بي. طب. بصوا هرسم ازاي يا اولاد? ركزوا والله يبارك لكم في اللي انا هرسمه دلوقتي. اهو. ادي الجوينت دي. ايه اللي موجود يا اولاد? مبدئيا كده باسم الله الرحمن الرحيم. فيه الستمائة نيوتن اللي كانت موجودة من الاول. اللي هي الاكسترنال فورس. طب في ايه كمان? الانون فورس هفرضها تنشن. اهي والله. ادي الاف بي دي. طيب. فيه بقى دلوقتي يا اولاد. انت عارفهم. صح? اه. واحد يا اولاد لو مش فاكريه الارقام. اه ال اي دي ربعمائة وخمسين وتنشن. والتاني اللي هو ال بي دي او اسف السي دي. ميتين وكمبريشن. في اللحظة دي بقى يا اولاد انا مش محتاج افرض. يعني ايه يا دكتور. الممبرز اللي انت عارفها ارسمها بوضعها. يعني ايه يا دكتور ارسمها بوضعها ايه الكلام? يعني اللي تنشن ارسمه تنشن واللي كومبريشن ارسمه كومبريشن. يعني هنا اهو. هرسم يا اولاد الاف اي دي اهي. طب والاف سي دي لا 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 ارسمها كومبريشن ايه كومبريشن. هي ادي الاف سي دي بمتين. خلاص? طب الانجل دي هي نفس الفيتا يا اولاد. خلاص اعمل لها بالمرة. هي نفسها دكتور ا. اللي هي الكوزين بتاعتها تلاتة على خمسة والسين اربعة على خمسة. يعني هنا هتبقى كام? هيبقى عندك فيه فورس. ثري اوفر فايف. اف بي دي. وهنا. معلش يا اولاد هرسمها فوق شوية. هتبقى فور اوفر فايف اف بي دي. خلاص? ودي معلش يا اولاد اهي. معلش هرسمها. هكتبها بس تحت قد الاف سي دي بمتين. تبقى جنب السهم بتاعها بس. طيب. دكتور انت عندي نقطة دي تملك كم اكوشن? والله يا ابن الطبيعي. اكيد املكتو اكوشن. اللي هم اه. لكن يا دكتور ده احنا ما عندناش غير قنون واحد فعلا. فخلاص كفاة معادلة واحدة. اللي هي مين? مسلا اف اوف واي. واحد يقول لها دكتور طب ينفع اف اوف اكس اي ينفع ايش مشكلة يعني. بس انا مستسهل احسن يعني. او. لو قلت عندي دي اولاد اهو. سامنشن. اف اوف واي ايوال زيرو. اللي فوق ايوالز اللي تحت. يبقى فور اوفر فايف. اف بي دي. ايوالز اللي تحت يا اولاد اللي هي التو هندد. كده تمام. من هنا قادر اطلع الاف بي دي. هتطلع بكام يا اولاد. هتطلع تو هندد اند فيفتين يوتر. وطلع افوزت في دكتور او طلع افوزت في. ده معناه انها تنشن. خلاص يا اولاد? كده المسألة خلصت ايا دكتور. طيب حضرتك لسه برضو زي المسألة اللي فاتت لسه فيه تلات معادلات والله. والله يا ابني لو عندك وقع وعايز تشيك على اجاباتك اوكي. لو انت متأكد من اجاباتك خلاص. طيب دكتور بالنسبة لموضوع التابل ده ضروري والله ده لنفسك. لو عايز تعمله عمله. لو مش عايز خلاص. انا بيهمني ان انت تبقى فاكر كل فورس. طلعتها بكام ونوحها ايه. طيب دكتور معلش. احنا اهي. الجوينت دي قدامنا. حضرتك ما تطبق لنا كده سجما اف وب اكس وتأكد فعلا انها بتدي صفر. تعال اهي. الارقام كلها قدام اهي. لو قلنا يا ولاد سميشن اف وب اكس بالمرة هو. هتبقى كام? الستمية ناحية اليمين. يبقى positive. ماينس. ثلاثة على خمسة. الف بي دي. اللي هي ماتين وخمسين. ماينس ربعمائة وخمسين. هو حركة دكتور انا ماشيها ايه? اللي ناحية اليمين positive واللي ناحية شمال negative. طب هيطلع كله كان في الاخر يا ولاد هيطلع zero. ولو عايزين تتأكدوا تأكدوا براحتكم. طب ايه معنى الكلام ده يا دكتور? والله معنى يا ابني ان انت ارقامك مصبوط? خلاص. طيب يا ولاد اي سؤال? اي سؤال? اه اقولوا كده لو في حاجة مش واضحة في المسألة دي. نقول عليها. هي المسألة كده يا اولاد كنت ممكن ابدأ. اه. صدقوا المسألة دي فيها مفاجأة يا ايه هي. هو المسألة دي كنت ممكن ابدأها على طول بالجوينتس من غير مدرس ال informal trust؟ بصوا كده وقلوا لي رأيكم. هل كان ممكن ابدأ المسألة دي على طول? by using the method of joints? without studying. without studying. هيا اولاد. كانت هتبقى صعب كتير. اه اه هتبقى رخمة جدا على فكرة ليه. لان مش هتلاقي ولا جوينت ولا جوينت عندها. فكنت بقى هتبتبقى تشتغل تعرف تعمل ايه بقى? وترجع فاهم? هتبقى شوية هتكلكع مننا شوية. طيب. تعالوا بقى ناخد حاجة اسمها اولاد ايه بقى? عنوان كده حلو كده? ذا. زيرو. زا. زيرو. فورس. فورس. ميمبرز. زا. زيرو فورس ميمبرز. يا دكتور العنوان ده. بص اولاد. في اي ترس? في اي ترس? الميمبرز يا اولاد تلت حالات. يا اما تبقى فيه فورسز موجودة. فيه فورسز موجودة. ونوحها تنشن. او ممكن تكون موجودة ونوحها كومبريشن. او او ان ما بقاش فيه فورس في الميمبر اصلا. تبقى الفورس في الميمبر ايه يا اولاد? زيرو. زيرو. يعني ايه يا دكتور زيرو? يعني ده معناه يا اولاد ان الميمبر ده not loaded not loaded by any force. فبالتالي هو مش هيأثر باي فورس. يعني لو فيه واحد تيكو دلوقتي يا اولاد قدامه قدامه قلم. قدامه قلم. ماشي. امسك القلم من طرفيه اولاد. وشده. شده على قد ما تقدر جامل. يبقى فيه فورس في القلم اه يا دكتور. طب ارجعت غطو باقصى حاجة عندك. يبقى فيه فورس اه اكيد يا دكتور. هيبقى اكيد. طب تعالى اجرب اسند القلم. اسند القلم بس يا اولاد. مجرد ان انت سنده. سنده بس كده بي ايديك. او اقول لك على حاجة حطه على المكتب. ما تأثرش عليه باي فورس. هيبقى نوع الفورس اللي في القلم ايه? الله يا دكتور القلم لا لا مضغوط ولا مجدود. الفورس اللي فيه هو محطوط على المكتب زيرو. ده نفس الكلام يا اولاد. ماشي. فالممبرز اللي بيطلع فيها يا اولاد الفورس زيرو ممكن اعرفها بطريقتين. ازاي يا دكتور? يا اما بالحسابات بالكالكيوليشنز بالطريقة اللي حضرتك علمتها لنا. وانا شغال يا اولاد. بدرس الجوينتز ورا بعض ورا بعض. فانا ممكن افاجأ وانا بدرس مسلا من سجما افوف اكس ان فيه تلع بزيرو. من سجما افوف اي فيه ممبر تلع بزيرو. اوه عادي. يبقى ده اسمه ايه? زيرو فورس ممبر. يعني الممبر ده ما فيهوش فورس. طب هيا. فيه طريقة تانية بقى يقول لك لا لا لا. انت ممكن بمجرد النظر بمجرد النظر تقدر تقول ان ده زيرو فورس ممبر من غير ما تحسب. طب ده يا دكتور يفرق معك جدا في المسائل الكبيرة. في المسائل الكبيرة اه. يعني سيبك من التهريج اللي احنا بدأنا انا جيب لك مسألة فيها ثري ممبرز. مسألة فيها فايف ممبرز. يا اخي افرد جيبت لك مسألة فيها مسلا عشرين ممبر. فانت لو تخيلت ان انت ممكن تدرس مسلا خمستاشر جوينت. كتير يا دكتور ايه ده? لكن بقى لو انت اكتشفت ان في من العشرين دول. في من العشرين مسلا يا ولاد. فيه ممكن تلاتاشر اربعتاشر زيرو ممبر. وارد. وارد. طب ده معناه ان انا كما لو كان بشيلهم من المسألة كأنهم مش موجودين. بتجهالهم. يبقى انا كده قللت عدد الممبرز اللي انا هشتغل عليها. طب لو ما خدتش بالي يا دكتور ان هم زيرو ممبرز. يا باش عايش حياتك بقى. اقول لك ايه يعني. روح ضيع وقت. طيب. ايه حضرتك الحالات بتاعت الزيرو ممبرز اللي انا باكتشفها يا ولاد. انا عندي حالتين. القولة فيهم. يقول لك. لو عندك ايه ممبرز ايه ممبرز. ديريكتيد. يعني مثلا لو انا عندي ايه بي و ايه سي. يبقى اي ممبر ثالث يا ولاد اي ممبر ثالث هيخرج منهم كده اسمه ايه ديه? هيبقى زيرو ممبر. بس بشرط يا ولاد. ان ما يبقاش فيه ممبرز ثانية خارجة. لسه يكون ممبر واحد بس اللي خارج منه. طب يا دكتور هل ينفع عندي اي اي لودز او اي فورسز? لا. لو حطيت هنا عندي اي فورسز? خلاص. ده مش هيبقى zero member. طب معلش يا دكتور? حضرتك عارفت منين ان ده zero member? اهو يا سيدي تعال اهو. هنا هيحط الفورس دي. f a b. وهنا دي هتبقى f a c. وفوق كده هتبقى f a d. لو طبقت الايكوليبريم هنا هقول summation f y equal zero. على طول هقدر استنتج a. ال f a d. هتبقى zero فعلا. طب يا دكتور هو لازم الممبر ايه دي يبقى directed perpendicular عليهم? لا خالص. خالص اهو. لو كده يا ولاد اهو اهو. كده. ادي عم ال a b. و ادي ال a c. لو خرج كده يا ولاد. يبقى zero member عادي. ولا همة. طب لو خرج كده دكتور عادي برضو اهو. برضو هيبقى zero member. يبقى حضرتك بتقول ان لو انا عندي two members two members directed along is the same line. directed along is the same line. اي member خارج منهم هيبقى zero او. بس بشرط يبقى كان member خارج يا ولاد واحد بس. طب لو two members خارجين في نفس الوقت من 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 ال line ده. لا لا يبقى لا ده zero ولا ده zero. يعني مثلا لو انا جبتلكم مثلا مسألة كده يا ولاد اهو. ادي عم الممبر a b. و ادي الممبر a c. ادي ال a b. و ادي ال a c. و خرجت كده يا منبر يا ولاد ايه دي? ومنبر تاني ايه ايه? لا لا خلاص. خلاص اي يا دكتور? خلاص. لا ده zero ولا ده zero. هي الحالة الخاصة يا ولاد ان ايه? ال special case ان يبقى بس منبر واحد اللي خارج. وبشرط كمان ان ما بقاش في هنا عند النقطة دي اي احمال خارجية. طيب يلا. هديكم وقلولي اه هنا في الشكل اللي هورغو لكم ده ايه هي zero بمجرد النظر من غير ما تحسن. نجمع 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 يلا وله في التراسل اللي قدام كده يه. ده 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 ، ده which members are to force members على مهلكوا كده ولا تخدوا وقتكم مين الممبر اللي بتحقق الفرست كيس اللي الدكتور قال عليها A D و A C برافو عليكم يا دكتور بالراحة كده عندك الممبر A D عندك ال A D ال A D وال D C على نفس اللين هم يبقى اللي خارج منهم ده يبقى zero member نفس الكلام يا دكتور عندك ال D C وال C B على نفس اللين وده خارج منهم لوحده يبقى ده zero member يبقى zero members هنا يا أولاد zero members في الشكل اللي الدكتور عرضه ده هيبقى ال A D and A C تب خدوا بقى يا أولاد الجمال بقى في البردو في الحل هنا هنا يا أولاد هنا طالما دول يا أولاد خلاص ال A دي طالها zero يبقى ال two members اللي على نفس اللين هيبقى equal بعض نعم يا دكتور أو الله هيبقى equal بعض يعني من هنا قدر استنتج يا أولاد إن ال F ال F D E أكيد هتبقى equal ال F D C واحد يقول لها يا دكتور حسين طب ما تكمل وتحت هنا عند النقطة دي برضو اللي على نفس اللين دول يا أولاد طالما ده طالها zero خلاص لكنه مش موجود يبقى اللي على نفس اللين دول لازم يبقى equal بعض يبقى ال F D C هتبقى equal ال F C B طب ما ليش يا دكتور حوى حضرتك ليه يعني بتوضح حالنا لأن هنا يا أولاد انت ممكن تقلل حسابات على نفسك ازاي يعني يعني في مسألة زي كده لو أنا قلتلك find the force in each member فأنت بمجرد ما استنتجت دول zeros هتدرس مثلا مين افترضو أولاد ال P D أنا عارفه خلاص أنا عارفه فهدرس الاكوليبران بتاع الجوينت E هتطلع مين ال F D E وال F A B طيب أجي عندي الجوينت D خلاص مش محتاج أدرس حاجة خلاص ما أنا استنتجت واحد بصفر ويبقى ال F D C هي نفسها ال F A D هي نفسها في اي أولاد في القيمة وفي النوع يعني لو دي تنشن هتبقى دي تنشن تبقى دي تنشن خلاص بنفس الرقم واحد تاني يقول لي يا دكتور وكمان هيبقى ال F C B زيهم ده حقيقي يبقى أنت هنا فضلك مين مثلا ال F A B مثلا خلاص فدي توفر في الوقت جامد يا أولاد توفر في الوقت جامد جدا طب سؤال يا أولاد لو كنت هنا في المسألة دي جيت عند الجوينت C افترضو وامتحطت هنا external load 2 كيلو نيوتن مثلا هل في الحالة دي يا أولاد هيفضل الممبر A C برضو توفرص الممبر ولا خلاص كده هل الممبر A C هيبقى still zero ممبر لا لا خلاص كده ما بقىش zero ممبر خلاص طب لو حطيت هنا أولاد عندي دي ممبر تالت كده او قمت مخرج ممبر كده واعتبرت ده قمت مقسم ده برضو لتو ممبر ها هل ده هيبقى zero تخيله A بس هيبقى على مرحلتين يا أولاد بس استنى استنى لو أنا سميت مثلا دي اسمها H بصوا أولاد بقى بصوا حلاوة الموضوع هنا بص بص دكتور لو انت اعتبرت هيبقى اسمت دلتو ممبر E H و A H صح اللي خارج منهم ده هيبقى zero استنى بس استنى طب يعني ايه zero يا دكتور يعني ايه zero كما لو كان مش موجود خلاص كده والتاني ده خلاص برضو هيبقى zero برضو بس ما كنتش هتعرف ان ال A D zero member الا لما تستنتج ان ال H D zero member حد تفهم حاجة من اللي انا بقولها يعني ايه لو انا كنت زودت member هنا اولاد اهو member كده هتيجى عند ال joint D لو انت بتدرس عند D انا خارج عندي كم member اتنين يا دكتور اتنين فساعتها ال A D هيبقى zero member لأ بيني وبينك لأول وهلة كده لأ طب لو انت روحت عند ال joint H هتلاقي عندي يا دكتور ال A H وال H E على استقامة واحدة على line واحد يبقى اللي خارج منهم ده ايه ده zero member اللي هو ال H D في الحالة دي صح طب يعني ايه يا ابني zero member والله يا دكتور zero member يعني اكد انه مش موجود اصلا تشيلوا في الحالة دي بقى هترجع تاني ال joint D ال joint D متحقق عندها الكيس وان ازاي يعني خلاص اصبح عندها two members هم على line واحد يبقى اللي خارج منهم يا اولاد ده zero member فعلا طيب اروح للحالة التانية يا اولاد case two يبقى case one معلش حركة ممكن انت رجايحة تاني معانا يا دكتور في نص دي اقاط لو عندك two members على line واحد اي two members على line واحد يبقى الممبر اللي خارج منهم يا اولاد بس شرط يبقى الممبر اللي خارج منهم يا دكتور ده zero member طب case two بقى الحالة التانية يقول لك اي بقى لو عندك two members يا اولاد two members connected together two members connected together without any without any third member من غير اي member تالت without any supports without any external loads يعني هم الاتنين لوحدهم كده يا اولاد اهو a b و a c اي two members يا اولاد مش directed along the same line والواحدهم يبقى الاتنين zero members حتى لو كده يا دكتور اهو حتى لو مش without any without any supports without any external loads without any third member يعني مافيش member تالت معاهم في الحالة دي الاتنين بوزيروس يا اولاد طيب تمام طيب طيب فوق يا دكتور عندي اي عندي اي ليه ال a d والآ وليه ال a خلص اسيبك من ال h دي مش هيبقى zero members بسبب وجود ال forse b طيب لو الفرس بي كانت تتشالت لا تخيلوا لو البي دي تتشالت يا ولاد اه يبقى تزير وممبر وتزير وممبر يا دكتور. وتعالوا برضو اديكم اجزامبل على الحالة التانية دي. اهي. عشان برضو اه يعني اتبان لكم اكتر. يلا ولاد خدوا وقتكم كنا بصوا لي هنا في الترس ده. ديترماين ديترماين او فاين زا زيرو فورس ممبر زا زيرو فورس ممبر ان داشون ترس. يلا ولاد مين هنا الممبرز اللي بيتحقق القعدة التانية او الحالة التانية وبالتالي اقدر. دي اي رفو عليك. دي اي و دي سي. و اي دي و دي سي. و اي كمان? اي بي و اي اف. اي بي و اي اف. تبا الغاية دلوقتي عندنا كم زيرو ممبرز? ها ولاد كم زيرو ممبرز? اربع. ها. يعني لو انا جبت لك سؤال سؤال ام سي كيو. النمبر زيرو فورس ممبرز هتقول لي فور. صح? طب معلش شاولاد يتعبوا شوية. هل في الشكل اللي قدامكم ده في اي زيرو فورس ممبر ادكوردنج للكيس ون? يعني تبقى للحالة الاولى? لا. لا للأسف. نعم. طب البي اي اي اي? البي اي او والبي اف. ده و ده. ده و ده. في عنده. جدعة دي حاجة وكمان خارج كم من عند البي اي. خارج اتنين واحد. مش ممبر واحد. طيب يبقى دلوقت يا اولاد اجابة السؤال اجابة السؤال. في كام يا ابني زيرو فورس ممبر? الاجابة فور. طيب. if the force b is removed. if the force b is removed. what is the number? what is the number? of the zero force member in this case? six. خمسة? ياب نصبر انت هو حلوا الاول. بصوا الاول وعدوا انتم بتجاوبوا كده على طول انا باستغرب. خد وقتك. if the force b is removed. what is the zero force members in this case? تمانية. مش نفس الرقم? لا. اربعة. اربعة. تمانية. اللي قال تمانية برافو علي اسمك يا ابني. احمد. بص اولاد. جدعي احمد. بص اولاد. دكتور لو الفورس بيت شالت. بصوا كده همشي ازاي? مبدئيا مبدئيا باسم الله الرحمن الرحيم انت عندك ده زيرو ده زيرو. طيب. لو الفورس بي كمان تشالت. ما ده خلاص يا اولاد ده بقى اكنه مش موجود وده مش موجود. طيب. والبي كمان تشالت اه. يبقى السي اي والسي بي هم الاتنين بقوا زيرو ميمبرس. صح ولا لا? خلاص. اجي عند الوينت اي. عند الوينت اي. ده تشال. ده تشال. وده تشال. لكنهم مش موجودين. ما الاتنين زيروز. فاصبح هنا اولاد الاف و الاب هو كمان زيرو. اهو. ليه بقى ما هيبقوا. على لاينه. اسف مش مش دايريكتد على لاين واحد. زيرو ميمبر يا ولاد كمان لو كان مش موجود في المسألة. خلاص شيلو. بس يبقى كده زاد معك كم? زاد معك اربعة. يبقى في الحالة دي يا دكتور هيبقى ايه? ده ده في حالة ايه دكتور معلش? في حالة لو ده تشال. لكن لو كان موجود لا هيبقى اربعة. هو ليه لو كان موجود الف والاب ما كانوش زيرو فورس ميمبر. بسبب وجود ده. وكمان ده ده وده الاتنين معهم ميمبرز كتير موجودين. فلا بتحقق لا الكيس وان ولا الكيس تو. لا يعني بس الايه ما عندهاش اي بفورس. عند جوينت ايه. لا ما هو الجوينت ايه ما هو ده ما كانش زيرو. لو انت بتقول البي موجودة صح? ده مش زيرو بقى خلاص ده مش زيرو ده موجود ده موجود. صح ولا? ده موجود الميمبر ده. فبقيت الجوينت عند ايه فيها كم ميمبر? واحد اتنين تلاتة. فاهم حاجة يا بنتي ولا لأ. مش حالتين بقى وقاسك مش تو ميمبرز يعني. طب يلا هاديكم ايجزامبل تاني برضو اولاد. خلاص ايجزامبل بقى ان جنرال ها? وانتوا قولولي الزيرو ميمبرز هنا وسواء بقى كتحالة اولا ولا حالة تانية. يلا اولاد. اخدوا وقتوكو كده. فور ده شونترس. فور ده شونترس. فايند ده زيرو فورس ميمبر. زيرو. وذوت كالكيوليشن. من غير حسابات. يعني بمجرد النظر كده. قولولي هنا أولاد الميمبرز اللي هتبقى زيرو عددها كام وإيه هم؟ سي جي ودي اف. خمسة. خمسة. اللي هم مين؟ اربعة. طب ما تقولولنا عليهم اللي قال الاربعة ده يقولنا عليهم مين؟ بي اتش واف دي. مين؟ تانا تانا. واحدة واحدة واحدة. المين? البي ايه? اه لا البي اتش لا. الدي اف? الدي اف صح اهو واحد اهو. اوكي ادي واحد. والف سي. والف سي ده يبقى اتنين صح? والجي سي والاتش سي. والجي سي والاتش سي? لا الاتش سي لأ. ليه? الاتش سي زيرو ميمبر ليه? والجي اف? هم تلاتة بس. بس. ليه يا دكتور ليه ليه? اولا بص اولاد واحدة واحدة. الدي عندي نقطة الدي. اه. على نفس اللاين وخارج منهم ميمبر اه يبقى ده صح? طب حضرتك لما اعتبرت الدي اف زيرو ميمبر كما لو كان مش موجود. ايه يا دكتور? كما لو كان مش موجود? اصبح هنا عند الجوينت اف يا اولاد. على لاين واحدة اللي هم مين? الاف اي والاف جي. وخرج منهم ميمبر تالت ا ا يبقى ده زيرو ميمبر. طب عند الجوينت جي. نفس الكلام يا اولاد. على ادكتور ا. وخرج منهم ميمبر تالت كده الواحدة يبقى ده زيرو. واحد يقول لي يا دكتور حسين بس فوق عند سي في لود يبني ماشي والله مليش دعب مش سي انا بتكلم عندي الجي تحت. ظلامة يا اولاد الزيرو ميمبر كفاية انه يتحقق انه هو زيرو من عند نقطة واحدة مش عند الاتنين طيب طب هنا بقى البي اتش لمش زيرو يا ولاد بسبب وجود الالتكسترنال لود ده يعني اصدح راك ان البي اتش مش زيرو ممبر لأ مش زيرو ممبر طب وبناء عليه اجي عند الجوينت اتش خارج كان ممبر يا ولاد خارج اتنين لا يبقى لا الاتش سي زيرو ممبر ولا الاتش بي زيرو ممبر طيب هو حضرتك يا دكتور لما استنتجت ان الدي اف الدي اف زيرو ممبر هناقا عليه تستنتج ايه كمان اهو يا ولاد طالما الدي اف زيرو ممبر عارفت استنتج ايه منه ان الاف تي اي دي هتبقى ايكولز الاف دي سي وايه كمان يا ولاد انزل تحت لو التو ممبرز اف دي واف سي زيرو ممبرز يبقى الممبر ده اولاد ايكولز الممبر ده يعني هنا الفورس اي اف ايكولز الفورس جي اف كمل اه دكتور جميلة وبرضو عندي جي طالما اللي خارج ده زيرو ممبر يبقى برضو يا ولاد الفورس جي اف ايكولز الفورس جي اتش اهي على فكرة اولاد اسامي الممبرز ما بتفرقشها يعني سمتها جي اتش اتش هي هي يعني ترتيب النقط عادي يعني اكتبها اي بي بي اي ما بتفرقش معي عادي يعني معنى كده دكتور ان في المسألة دي النمبر اف زيرو فورس ممبرز او ايز ثري النمبر هنا ثري فبسؤال يا ولاد اف ذاتو كيلو نيوتين فورس اف ذاتو كيلو نيوتين فورس از ريموفد لو شيلتو بقى يلا يا ولاد وقت الزمم هيبقى في الحالة دي كامة خمسة هيبقى خمسة صح لان ده دكتور لو ده تشيل هيبقى ده زيرو وبوناءن عليه هيبقى ده زيرو كمان بس طب معلش يا ولاد يتعبوا معي لو البي اتش لو البي اتش زيرو ممبر يا ولاد يبقى ده معناه الفورس اي بي ايه علاقتها بالفورس بي سي؟ ايه علاقة ايه اتش بالفورس ايه اتش جي؟ برضو هيبقى ايه والبرز تمام يا ولاد يبقى في عندك كم حالة يا ابني تقدر تستنتج بها الزيرو ممبرز والله يا دكتور قدر استنتج الزيرو ممبرز بحالتين اقولهم تاني بسرعة يا ولاد يلا في ديتين اهو هلا فقال لي كمان الحالة الاولى ان يبقى عندك تو ممبرز على نفس اللاين وممبر تالت خارج منهم لوحده وذو اتني اذر ممبر وذو اتني اكسرنا لوتز طب دي الحالة الاولى الحالة التانية يا دكتور لو عندك تو ممبرز ومش ديريكتد على نفس اللاين ومفيش عندهم ايه اولاد عدوا معي لا فيه سابورت يا دكتور عندهم ولا فيه عندهم اا ولا فيه عندهم اي ممبر تالت بشرط هو ده ايه دي الشروط التلاتة خلاص في الحالة دي يا دكتور اللي اتنين هيبقى زيرو ممبرز هو اولاد في الشكل ده للأسف الكيس تو مش موجودة هنا صح? الحالة التانية مش موجودة في التراص اللي قدامنا ده في اي اولاد في التراص اللي قدامنا في اي ممبر هنا او اي بيحققوا كيس تو? لا اخوش. ممكن لو شلنا خمسة ان يتمي. لو شلنا الخمسة? ممكن يا مشاهد. لا 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 لا. يلا ولد تعالوا ناخد مسألة تاني بقى اخيرة خلاص? سيا الأولاد اكثر ناخد مسألة تاني بقى اخريكي يلا وظل اللي اولاد ساني ناخد مسألة. wood's number one. ما هو الشخص؟ 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 يلا ولات ون. واحد. حتى واحد. اللي هو مين? اي بي. اي بي. اي بي. اي بي. طيب تمام اوكي. ادي سؤال طاري يعاني في الامتحان اهو. يعاني. والدي سي. والدي سي زيرو ميمبر. تمام. الدي سي زيرو ميمبر ايه ده دكتور عرفته ازاي? اقول لك حبيبي. يبني الرياكشن هنا اللي عندي سي ده رولر. صح? فهنا هيبقى فيه عندك ايه ده? هيبقى فيه عندك دوت هيبقى سي اكس. صح او لا? طب لو اشتغلت السي اكس والميمبر بي سي اكنهم تو ميمبر زي اولاد. تخيل او الله? يبقى اللي خارج منهم ده يا دكتور زيرو ميمبر. وزي ما انتوا قلتوا ده زيرو ميمبر. يبقى الاجابة الصحة يا اولاد. اتنين مش واحد. يبقى النمبر زيرو ميمبرز كام تو. طيب واحد هنا هيقول لي لا 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 دكتور حسين لا حرم عليك. لا لا بجد حرم عليك. السي بي ده السي دي مش ده اللي انت حضر ما كنت صعب. اقول لك يا ابني ما فيش مشكلة. انت في امتحان. اوكي? اخترت الاجابة ايه? ما عشان كده بنقول لك يا اولاد ما تظللوش. خلوا التصديل في فين? في الاخر. طيب ليه بقى? انت الاول واحدة هتقول هو واحد. وهتعلم كده في ورقة الاسئلة ان الاجابة هنا واحد. طيب. وانت بتحل. وانت بتحل بعد كده. المسألة هتتحل. ما تقلقش. وانت بتحل. هتحل فعلا. هتوصل ان الاف السي دي بزيرو. وارد وارد يطلع لك ميمبرز تانية بزيرو. بس هنا لا في المسألة دي لا. خلاص يا عم. هي مش مش سكينة على رقابتي يعني. خلاص يا دكتور. انا لأول واحدة قلت واحد. بعدين وانا بحل اكتشفت واحد تانية. خلاص. هاجي طالع فيه في السؤال. هصلح لنفسي. يبقى النمبر رفز زيرو فورس ميمبرز يا دكتور حسين ما تزعلش بدل واحد. لأ الاجابة الصحيات نية. يعني فيه حاجات يا اولاد. لو قدرت تستنتجها بمجرد النظر. برافو عليك. طب. وانا بحل. لو زاد حاجة علي. وانا بحل يا اولاد. ماشي. طب يلا. if the external force b. external force b. اللي هي التمنمية يا اولاد. is removed. لو تشالت. what is the number of the zero force members in this case? اربعة. هيب اربعة برافو عليك. الاتنين الادام. الاتنين الادام. وهيضاف عليهم كمان الاب والاف. ده ده في حالة لو التمنمية اتشالت. لكن لو التمنمية ماتشالتش. ها. لا يا دكتور لا. لا ده زيرو ولا ده زيرو. هو بس لو التمنمية تشالت ده هيبقى زيرو ده هيبقى زيرو. بس. طب. مع ليش يا اولاد. لما التمنمية تشالت. وبقى الав zero member. سؤالي بقى. هل PHE والFB هيبقوا zero members? الاجابة لا. دخيلوا بسبب ايه؟ بسبب وجوده الـ 500 دي. يعني الف اي اولاد الف اي والف بي ده وده كانوا ممكن يحققوا الحالة التانية لو الخمسمية دي مش موجودة لكن في وجود الفورس لأ يبقى الكيس تو نوت اطلايت مش 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 متحققه هنا يبقى النمبروفز زيرو فورس ميمبرز في وجود التمنمية هيبقى اتنين فعدم وجود التمنمية لأ يبقى اربعة طب يلد خلاص دكتور شيل بقى اللي هي الاااا التمنمية ولاد موجودة اهي اوكي يلا عايزين نحل بقى المسألة نعمل ايه هو ايه المطلوب يا دكتور هاتلي الفورسة في الميمبرز كلها وحددلي نحهم كمان طيب اوكي انت حرك قلت هنا سي اكس اه يبقى هنا فيه توري اكشنز هسميهم مثلا دي اكس والدي واي دول تحت اكيد الدي واي اللي فوق اهي ايه ادي دي واي اهي يلا يا ولاد ايه احسن معادلة ابتني بها في الاكسترنال ترس اكيد اه دكتور هتقول سيجمال مومنت الراول دي ايكول زيرو يلا ايه الفورسة اللي هتعمل مومنت هيبقى الثمنمية في تسعة تسعة او تسعة صح وبالبوزيطيب بلاس الخمسمية في ست طب و سي اكس هتبقى بالنيجاتيف ومضروبه في تلاتة بس ايكول زيرو يلا اولاد معادلة في مجول واحد بس اللي هو سي اكس حد يطلحول الله يخليه كامل بقول لي كده الرقم معلش السي اكس السي اكس بتدع عندي بتدع عندي بتتلاف ومتين لأ غلط تلاتة تلفة ربعمية تلاتة تلفة ربعمية صح تلاتة تلفة ومية اه طب وتلفة ومية ماشي يلا طبو بعدين يا دكتور من ساجم اف و ب اكس من ساجم اف و ب اكس ايكول زيرو دكتور هيبقى الراية ايكول زيلفت يبقى دي اكس. هتساوي سي اكس. هتساوي تلاتةلاف وربعمية. يلا. من سيجما اف وف واي ايكوال زيرو. هيبقى اللي فوق اللي هو الدي واي. هيساوي اللي تحت يا ولادي اللي هي تونمية. فلاس الخمسمية. هتطلع الف وتلتمية باون. طيب. بعد ما خلصنا اولادي الاكترنال ترس. فعلا يا دكتور اه اه خلاص. انت طلعت السي اكس اهي. والدي اكس والدي وي. حدك عايز ايه بقى يا دكتور معلش? عايزك يا ابني تحسب لي الفرس في كل ميمبر. فخلاص اوكي. هتقول باي باي استاديينج. ده ده اولاد مش زيرو والله يخليكم معلش اشتوبوا دي ها. ده ده شغال شغال. باي استاديينج او باي يوزنج ده ميثود ميثود اف جوينتز. في رأيوكو يا ولاد. بالشكل اللي قدامكو ده. ايه هي الجوينتز? الجوينتز اللي افالابل تو بي يوزد. يعني قادر اشتغل على انهي جوينت دلوقتي. اللي هي المفروض الجوينتز. الدي والسي. الدي لأ. اه استدق والله جادع يا ابني. والسي والدي والاي. اصبر يا ابني. الاي لأ. تخيل الاي. الاي لأ. واحدة واحدة بس. الاي صح? الاي صح ليه? عندها طوق النونز اللي هم مين? الاف اي بي والاف اي اف. صح. فاللي عايز يبدأ يا ولاد بالاي اه. الاي شغالة. انا موافق. طب. الدي. الدي. السي شغالة. ليه دكتور? السي بقانهي منطق. لو انت استنتجت السي دي زيرو ميمبر او لا او لا او لا هي عندها طوق النونز ده وده. فالسي برضو افيلابل. طب الدي. الدي على حسب. نعم يا دكتور حسين. او والله اديه على حسب. لو انت كنت شاطر قوي قوي قوي. واستنتجت ان السي دي السي دي. اه. فالحالة دي هيبقى عندك اللي هو ده وده. فساعتها ممكن تبدأ بالجوينت دي. طب معلش يا دكتور معلش. لو انا ما كنتش خد بالي. الحالة الخاصة اللي حضرتك قلت عليها ان السي دي زيرو ميمبر. يا ابني اقفل المايك يا ابني اللي عمالي يعمل. ما عرفش في ايه. واحد فتح المايك وعمالي. اقفل المايك طب ويعمل اللي انت عايزه. تاني يا اولاد تاني تاني. لو انت كنت استنتج. بص انا انا هتكلم يا اولاد بناء على ان احنا استنتجنا ان السي دي سي دي زيرو فورس ميمبر. يبقى في الحالة دي الجوينت المتاحة الجوينت المتاحة هيبقى الايه والسي والدي. طب واحد يوك يا اولاد قال لي الجوينت ايه? لأ. طب ليه يا دكتور? يا حبيب ما انت استنتجت ان ده زيرو ميمبر موافد. فانت اصبح هنا عندك عند ال ايه معادلة واحدة مش اتنين. يا دكتور بتقول ايه? اواللهي. يعني هنا انت عندك اللي هو ال اي دي وال اي اف. وهنا عند الجوينت ايه تخيل انت تملك معادلة مش اتنين. يعني الجوينت ايه مش مش هينفع عدق بيها لا. واحد تاني ممكن يرد عليها يقول لي يا دكتور حسين خلاص ما هو كفاية نقطة اصلا. يعني مسلا لو حدرك اشتغلت على ايه خلاص? اهو. طبعا خدوا بالك انا مش هحلها للاخرى انا سيبها لكم. وهي كده كده الحل موجود في فانتو مسلا اولاد تركزوا معايا. لو انا اشتغلت على الجوينت ايه? هيبقى معاك ال اف اي بي? والانجل دي هتبقى اولاد خمسة واربعين. ليها دكتور جبتها من ين? ما هي تلاتة وتلاتة? طب لما هدرس الجوينت ايه? هطلع الفورس اف اي بي وطلع الفورس اف اي اف. طيب يبقى في الحالة دي خلاص الجوينت اف بقت افلابل هي كمان. ممكن ادرس دي. هطلع الف اي والفورس اف بي. طيب وانت من تطلعت الفورس اه اللي هي الف اي صح? هتبقى هي نفسها الفورس اف دي. يعني دي هتبقى هي نفسها اي اولاد. ليه يا دكتور? لان ال اي بي زيلو ميمبر. يبقل على نفس بعض. طيب وبعدين اشتغل على الجوينت دي. هقدر اطلع. ده كمان عند الجوينت دي انا قريدي عارف واحد اللي هو ال اي بي. فيبقى ساعدها اطلع ال بي بس. طيب والتاني ده دكتور قريدي زيرو ميمبر. طيب عند الجوينت ده كلام فارغ. عند سي كلام فارغ اهي. اهي. عند سي يا دكتور اهو. اه دي. الدكتور بيقول تلاتة لاف وربعمية. لو خدت حطيت هنا اهي. الفورس اهي معلش اسمها ايه? هي اسمها سي حاجة. سي ايه بقى? سواني كده اولاد. سي بي وسي دي اهو. حتى يا اولاد اهي. دي الفورس سي بي. والفورس سي دي. حتى اللي يا اولاد اللي ما استنتكش سي دي زيرو من الاول. اهو اهو عادي. لو كان قال هنا يا عمه. انت بتتكلم دكتور على الجوينت سي او. من سجما. ايكول? ايكول زيرو. اه والله يا دكتور صحدي سهل خالص اهي. هقدر اطلع القول دي بزيرو. يعني سوى بقى كنت خدت بالجميع منها زي ما الدكتور قال او لا اهو برضو هتوصل لنفس النتيجة ما تقلقش ما تخافش. طيب من سجما افو باكس. هيبقى 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 طيب طب عالي الصوت يا بنتي شوية ولا يا ابني يعني عالي الصوت اللي بيتابع ده مسلسل. قلنا حتى اسمه ايه طب نتابع معاك. والله العظيم طلبة بتهرج والله العظيم منتهى لمبالات. منتهى التهريك. منتهى التهريك. ويرجع بعد كده يعاية في الاخر يجيب درجات وحشة ويرجع يعاية. تمام يا اولاد يبقى من هنا هقدر استنتج ان الاف سي بي بكام. الاف سي بي هدوكتور هتطلع نيجاتيب 3400 باوند. ده معناه ان الاف سي بي هتطلع خلاص بس. وكملوا يا اولاد بها على هذا المنوال. وتمام كده. خلاص. كان فيه طريقة يا اولاد في الترسز اسمها الماثود ممكن لو فتحتوا الكتاب تقروها. انا مش عايزها. يعني لا خلاص مش ضروري. احنا هنكتفي بس بيه اللي هي الطريقة دي. طريقة النقط. وازاي تقدر من اي ترسز. بس. لو في حد فيكو عنده اي سؤال يتفضل. لو في اي سؤال يا اولاد في المحاضرة. اتفضل. دكتور انا مش فاهم الممبر التاني اللي احنا عملنا بزيرو. ما هو يا حبيب اهو. انت لما رسمت الفري بادي دياجرام عند الجوينت سي. ايه اللي موجود? الري اكشن سي اكس. والله اهو. ده من الفري بادي دياجرام لا انا بتكلم قبل ما اناعمل فري بادي دياجرام. ما هو خلاص ما انت بقى عندك تو فورش اهو. هعتبر كده. السي اكس السي اكس. والفورس بي سي على نفس اللاين. يبقى اي ممبر خارج منهم زيرو برضو. يعني حضرتك عايز تقول ان ان انت تعاملت مع رد الفعل سي اكس على انه ممبر اه اه. اه. على ان سي اكس اكنه ممبر. والممبر على نفس اللاين. يبقى اللي خارج منهم زيرو اكيد. انا شكرا دكتور. العفو يا اولاد. اه اي سؤال تاني اولاد? لو حد عنده اي سؤال يتفضل. يا دكتور معنى كده ان البي سي بزيرو? البي سي لا البي سي مش بزيرو. ما البي سي ما نمطلحوا لك هوب تلاتة الاف ربعمية. يا حبيبي لا اللي بزيرو اللي بزيرو اللي خارج من البي سي اللي هو سي اي دي هو ده اللي بزيرو ده. لكن البي سي هيبقى ايكولز سي اكس. اه تمام ماشا يا دكتور. ايه تاني اولاد? ما عليش يا دكتور عندي سؤال. اه في اللي حددناها ان نشتغل عليها في الاخر خالص. حددناها على اساس ايه? عشان بس بطلبة في الجزيرة. يا حبيبي قالب انت عندك عند كل جوينت تو ايكوشنز. سمميشن اف اف ايكس ايكوز زيرو سمميشن اف اف اي ايكوز زيرو. فانت بتحدد اي جوينت اللي عندها اي جوينت عندها مجهولة اه تتوكل على الله. طب اي جوينت عندها اه مور ذان مور ذان تو النونس? لا. بس. طب اه دكتور انا لما بختار جوينت معينة وببدأ بيها بعد ما بتحلها بعد ما بتطلع ارقام الوضع بيتغير. يعني كان بيبقى فيه جوينت لا هتبقى لان خلاص ما انت طلعت فورس جديدة وهكزا. وفي اوقات على فكرة خدوا بالك يا ولاد. يعني هنا ممكن في حد فيك يسأل سؤال منطقي. طب دكتور حسين انا كده تايف الموضوع يعني اه واللي امتحانة هيستحمل. لا يا سيدي ما تقلقش. انا ممكن مسلا اطلب منك معينة. يعني مسلا هنا. انا ممكن اطلب منك مسلا ايه اولاد? فايند ذا فورس ان ذا ممبر بي اف. يلا يا ولاد جو اهد. حلو حلو السؤال ده. حالك عايز ايه? عايز فورس في ممبر واحد بس اللي هو مين البي اف. يلا حط النفسك انت بقى سيكونس او ترتيب حل اللي بي توصل للبي اف باسرع طريقة. حالك عايز ايه دكتور? عايز الفورس في الممبر بي اف ونحها. اللي هي دي اولاد ده. ده الممبر ده. ها مين فيكو شاطري هنا? انا اعمل عند جوينت اي. ايوة. بس كده. بس كده صح. طب لو طلبت منكم مسلا الفورس في الممبر بي دي. كان هو ده المطلوب في السؤال بس. ها. والتسعة ايشتغل بقاني حل. او يعني ترتيب الحل يبقى ازاي يا اولاد? عايز الفورس في الممبر بي دي. اللي هو ده. كنت ممكن ابدأ على طوب بالدير او انا عارف ان التاني بزيره. جدع. جدع يا ابني. بربو عليك. ايه يا دكتور يعني في حاجات تخلص بخطوة واحدة او بخطوة واحدة. على حسب الدكتور طالب ايه? زي ما ازميلكو قال فعلا. لو انت عارف ان ده بزيره. لو انت عارف ان ده بزيره. كنت هبدأ عند الدي. طب معلش يا ابني. لو مش عارف ان الدي بزيره. خلاص يا دكتور كنت هبدأ عند الدي. بابتدي عند السي. وبعدين اطلع عند الدي. وهكذا. بس. ها يا اولاد لو في اي اسئلة تانية اسألهم. قولوا يا اولاد. اوكي. يلا. افضل يا اولاد. اوكي. 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 ا